تمتد أعمال تنمية في كافة محافظات الجمهورية وعلى رأسها سيناء التي تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة ومع الذكرى الخمسين لنصر اكتوبر كثفت الدولة جهود تطوير سيناء لتصبح مكانا أكثر جاذبية للعيش والعمل سيناء أرض الخير والثروات تكافئ جهود أبنائها الذين يبذلون الجهد والعطاء لتغيير وجهها إلى نهضة في كل المجالات النهضة الزراعية في سيناء خلال السنوات الأخير لا تخطئها عين حيث زادت مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة بنسبة 176.7% لتبلغ 285 ألف فدان في عام 2022 مقارنة بنحو 103 ألف فدان في يونيو عام 2014 بينما تصل مساحة مشروع تنمية سيناء إلى 1.1 مليون فدان كما تم إنشاء 18 تجمعا زراعيا بإجمالي 2122 مستفيد بالنسبة لمشروعات إمداد المياه وتطوير منظومة الري فقد تم الانتهاء من تطوير نظم الري في 263 ألف فدان من الأراضي الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث في شمال سيناء والإسماعيلية والسويس بجانب تأهيل وتبطين 148 كيلو متر من الطرع في محافظتي الإسماعيلية وبرسعيد كما تم تنفيذ 13 مشروعا لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقة 7 ملايين متر مكعب يوميا بجانب استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بالطرعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان تم تسجيل محطة بحر البكر كأكبر محطة معالجة للصرف الزراعي في العالم في موسوعة جنس الأرقام القياسية كونها تعد مصدرا هاما لمياه الري وحلا فعالا لدعم الزراعة في منطقة سيناء كذلك شملت جهود تطوير سيناء لتصبح مكانا أكثر جاذبية للعيش والعمل محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة والتي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية في عام 2020 هي نهضة كبرى في سيناء مع إجراءات فعلية للدولة بهدف تعظيم إسهامات القطاع الزراعي وما له من مكاسب في زيادة الكتلة السكانية وتعظيم جهود التنمية ترجمة نانسي قنقر